في تفاصيل ماجري من هذا العدوان الإسرائيلي المستمرة على لبنان معنا عدد من مراسل شبكة القاهر الإخبارية ينضم إلينا من رميش في جنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح معنا أيضا في مقر المؤتمر الصحفي الوزير الداخل اللبناني منذ قليل الذي انتهى معنا فيه رمضان المطعاني معنا أخيرا في تفاصيل ماجري في الوضع الميداني أيضا من مرجعيون أحمد سنجاب مراسل القاهر الإخبارية أحييكم معنا أبدأ برمضان لأن المؤتمر الصحفي رمضان كان منذ قليل لوزير الداخلية اللبناني تحدث فيه عن عدة موضوعات وخاصة فيما تعلق بعملية النزوح المستمرة من اللبنانيين فكيف بدأت تفاصيل هذا المؤتمر والإقراءات المتخذة أيضا لتأمين هؤلاء النازحين من جنوب لبنان إلى العاصمة بيروت وضواحيها كانت على وزارة الداخلية اللبنانية في أكثر من توضيح جاء هذا المؤتمر لكي يوضح الدور الهام وكذلك أيضا باستضافة المحافظين المتواجدين في شتى المحافظات للتنصيق الأمني في رقم الذي يأتي في الأولوية وكذلك أيضا متبعت أحوال النازحين ومراكز الإواء وضعنا وزير الداخلية اللبنانية في عدد من أرقامه هي الخاصة بمراكز الإواء التي بلغت قرابة أكثر من 550 مركزا للإواء موزعة على مختلف المحافظات والنصيب الأكبر منها في العاصمة بيروت وكذلك أيضا قال أن هناك 180 من هذه المراكز امتلأت نهائيا بالنازحين وأصبح هناك عدد كبير أيضا من المراكز ما زالت مفتوحة ويتم تجهيزها على الفور لاستقبال مزيد من النازحين أيضا بالنسبة للمشكلات التي ظهرت في الأيام الأولى لاستقبال النازحين قال وزير الداخلية أن هناك لم تحدث أي مشكلة أمنية خاصة مع هذه الأرقام الكبيرة التي جاءت تقريبا في نفس التوقيت قرابة 150 ألف من النازحين توجهوا إلى بيروت وضوحيها ولكن تم التعامل مع هذه الأزمة على الفور من قبل وزارة الداخلية ولم تحدث أي مشكلات ولكن يتبقى التجهيزات الجستية التي كانت على الفور غير مجهزة في اليوم الأول ولكن تم التعامل مع كافة هذه مراكز الإواء وكذلك المدارس والمعاهد التائلية التي تم فتحها وتم ضخ عدد كبير من أدوات المعيشة وكذلك الوجبات الغذائية وكذلك أيضا الدواء وبالتوازي مع ذلك وزارة الصحة على الفور أيضا تعاملت مع الأمراض المزمنة الخاصة بالنازحين وتوفير بعض الوحدات والمراكز الصحية القريبة من مراكز الإواء لتلقي النازحين خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة إلى الجرعات الخاصة بهم سواء لأمراض السرطان سوف أعود إليك رمضان لأن المزيد من التفاصيل معك أيضا في هذا المؤتمر الصحفي وأيضا النحية الأمنية والميدانية يبدو أنها فيها مزيد من هذه التفاصيل وخاصة فيما يتعلق بالغارات وأثر هذه الغارات على عدد كبير من النازحين كما قلت رمضان أعود إلى جنوب لبنان مصطفى عبدالفتاح من رميش بالتحديد مراسل قهر الإخبارية مصطفى طبعا توسع العمليات الإسرائيلية على أكثر من بلدة وقرية في جنوب لبنان يبدو أنها مستمرة إلى الآن المستحدث لديك في آخر التطورات في هذه المنطقة المتواجد فيها مباشرة بالفعل ما زالت سلسلة من الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر طيرانها في أماكن من بلدات وقراء الجنوب اللبناني مستمرة بالإضافة إلى ما تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من مهاجمات عديدة للبقاع الشرقي والتي وصلت إلى حد المجاذر نتحدث عن هذه الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتحديدا هنا في القطاع الأوسط صباح هذا اليوم شهدت بلدة عيت الشعب عدة هذه الغارات وتم استهداف عديد من المنشآت في بلدة عيت الشعب التي أصبحت خوية تماما ولكن على آية حال فإن الطرق المجاورة لبلدة عيت الشعب والتي كان بها بعض من المرة تسبب ذلك فيه وفقا لما تناولته وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد عدة أشخاص ربما اثنين من الأشخاص الذين كانوا يمرون في هذه الطرقات والشوارع الرئيسية بين قرى الجنوب اللبناني قد استشهدوا نتحدث أيضا عن كل هذه الغارات التي تتواجد في الجنوب اللبناني ما بين قطاعته الثلاث الشرقي والغربي والأوصب بالإضافة أيضا إلى ما تشهد الطرق الرئيسية الواصلة بين هذه الطرق وصولا إلى محافظة النباطية في الطريق إلى صيد وصور في استهدافات جديدة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتصل إلى قرى لم تستهدفها من قبل ولم تضرب هذه القرى والبلدات في إطار ما تقوم بقوات الاحتلال الإسرائيلي من توسيع استراتيجياتها في الهجوم وهو الأمر الذي كان جيش الاحتلال قد أعلن عنه سابقا أنه يطور من دفاعته في الأراضي المحتلة وكذلك من مهاجمته في العمق داخل الأراضي اللبنانية الذي لم يعد الأمر قاصرا فقط على الجنوب وما يستحدث من ذلك بجانب البقاع الشرقي ومدينة بعلبك التي شهدت عديد من الغارات ولكن امتدت هذه الاعتداءات والغارات إلى العمق اللبناني وما هو بعد العاصمة اللبنانية بيروت نتحدث عن عشرات من الشهداء جراء هذه الاعتداءات التي وقعت منذ صباح اليوم وحتى الآن بالإضافة إلى مئات الاستشهاد الذي كان قد حدث خلال الأيام الماضية منذ التصعيد الأكبر داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب اللبناني والبقاع الشرقي والضحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية نعم مصطفى هذا التصعيد والتوسع من الاحتلال في غاراته لم يقتصر فقط على النقاط التي تتواجد فيها أو هذه المنطقة التي تتواجد فيها هي رميش لكن أيضا انتقل إلى مناطق أخرى نتج فيها إلى أحمد سنجاب مراسل قهر الإخبارية وبالتحديد من المرجعيون أحمد وكنت أحدثك منذ قليل منذ حوالي ربع ساعة بالتقريب كنت تتحدث على أنك أنت متواجد مباشرة في هذه النقطة والغارات تستمر من خلفك فماذا عن الجديد في مثل هذه الغارات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي نعم تحياتي لك مجددا بالفعل جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ حزاما ناريا حول المنطقة التي نتواجد فيها هذه هي مرتفعات جبل الريحان التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دقائق معدودة بسلسلة من الغارات الجوية العنيفة علما بأن هذه المرتفعات تقع في عمق الجنوب اللبناني وهي في محيط مجرى نهر الليطاني كانت هناك سلسلة من الغارات الجوية العنيفة في عمق الجنوب اللبناني أيضا هذه في الناحية الأخرى بلدة دبدين التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات الجوية العنيفة وأيضا خلال الساعات الماضية سلسلة من الغارات بالطيران المسير والطيران الحربي في هذه البلدة بلدة دبين التي تقع في قضاء مرجعيون وأيضا عدد بلدات في المناطق المختلفة في قضاء مرجعيون من بينها كفرشوبة التي تم استهداف سيارة فيها وكان منذ قليل هناك سرب أو عدد من سيارات الإسعاف التي توجهت نحو هذه الغارات للوقوف على الإصابات هذه التي تظهر على شاشة القارئ الإخبارية الآن هي بلدة دبين التي تم استهدفها قبل قليل بسلسلة من الغارات الجوية على مدار اليوم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ منذ صباح اليوم وحتى الآن أربع موجات من الغارات الجوية العنيفة دبين تم استهدفها مرتين في الغارات التي نفذت قبل قليل أما في البقاع وهي أيضا عمق هذه المنطقة التي نقف فيها الآن فنفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات التي استهدفت مناطق حدودية كما استهدفت أيضا عدد من المعابر أو محيط عدد من المعابر التي تربط الأراضي اللبنانية بالأراضي السورية وهي تقع في هذا الاتجاه في منطقة البقاع البقاع والمناطق المستهدفة تعديدا هي تعد عمق المناطق الجنوبية اللبنانية وهي في أيضا مسلس الحدود ما بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية وأيضا المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي نعم يعني أحمد مع توسع هذه السهدفات كما قلت والكاميرا التي تتجول معك في المنطقة المتوجد فيها في مرجعيون ازداد عدد النازحين بشكل كبير وصل إلى حوالي 70 ألف ومئة نازح وكما قال وزير الداخلية منذ قليل إن هناك عدد كبير من المراكز التي تم استقبال هؤلاء النازحين حوالي 533 مركزا ورمضان لو تسمعني يبدو أن رمضان لا يسمعون الآن وعندما يعود إلينا إذن كنت تحدث عن توسع هذه العمليات ما أدى إلى هذا العدد الكبير من النازحين الذي زاد عن 70 ألف نازح وتم توزيعهم على هذه المراكز حوالي 533 مركز إذن رمضان وزير الداخلية أيضا اللبنانية تحدث عن التأمين المقدم لهؤلاء النازحين ترى ما التأمين المقدم لهم وخاصة من قبل المحافظين نعم يعني جاء هذا الاجتماع مع المحافظين لدراسة هذه الإشكاليات ربما التي جاءت في استقبال هذا العدد الكبير سواء على المستوى الأمني وكذلك تأمين الأماكن الخاصة بهم من أماكن النزوح المنتشرة في مختلف المناطق في بيروت وضواحيها تحدث وزير الداخلية أنه لا إشكاليات حدثت على المستوى الأمني سواء في استقبال هذا العدد الكبير والضخم من نازح الجنوب حتى هذه اللحظة التي يتحدث فيها وعلى مدار الثلاث أيام الماضية ولكن جاءت هناك تنسيقات مع المحافظين وهذا الاجتماع الذي يستمر حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها بدراسة أوضاع المناطق التي سوف يكون هناك فيها بعض النازحين وتأمين هؤلاء النازحين على كافة المستويات الأمنية وكذلك بقية الشؤون الحياتية التي سوف يكونون في الأماكن المخصصة لهم في أمن وأمان لذلك جاء هذا الاجتماع من قبل وزير الداخلية اللبنانية مع المحافظين لدراسة الخطط التي سوف تكون فيها الأيام المقبلة إذا ما حدث عمليات نزوح كبيرة وخاصة مع التصعيد الكبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة أن عمليات النزوح وأرقام النزوح تتغير بين الحين والآخر كنا نتحدث في الأرقام الرسمية منذ أمس عن ما يفوق 50 ألف من النازحين اليوم وصلنا إلى أكثر من 90 ألف من النازحين على الفور هذا تطلب تنسيق كبير ما بين المحافظين وأيضا مراكز الإيواء وذلك عبر ما رأينا من توضيحات من قبل المحافظين وهذه العملية الإلكترونية التي يسجل عليها مباشرة أسماء النازحين المتوجدين وكذلك مدارس الإيواء وكذلك ما ينقص هذه المراكز من وما تحتاجه أيضا من أدوات معيشة لكي يتم توفير القدر الأوفر للمعيشة لهؤلاء النازحين حتى هذه اللحظة عشر وزير الداخلية أيضا إلى أن أكثر من 13 ألف سوري توجهوا من لبنان إلى سوريا عبر المعابر الحدودية وكذلك أيضا 13 ألف أو ما يزيد من اللبنانيين توجهوا أيضا إلى سوريا عبر المعابر الحدودية ووصلوا إلى هناك ليك إذن رمضان في كل لحظة أزدياد عدد هؤلاء النازحين لذلك أتجه مرة أخرى إلى مصطفى عبد الفتاح من رميش في جنيوب لبنان مصطفى مع أزدياد الضربات أو الهجمات أو الموجات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي قصفه بالطائرات الحربية وتجول أيضا بالطائرات الاستطلاع وتصميم نتنيه على الموضوع القدمة في هذا المسلسل من العنف المستمر ماذا عن المدارس والمحلات التجارية في المنطقة المتوجد فيها أنت الآن مباشرة وأيضا عن حركة النزوح إلى الآن يعني نبدأ بحركة النزوح ومنذ حدوث هذا التصعيد وكثرة وكثافة الغارات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتحديدا هنا في القطاع الأوسط حيث قرية طاريمش هذا الأمر أدى إلى نزوح عشرات من الأسر بعد ذلك تطور الأمر إلى مئات ووصل إلى ألاف في كل القرى والبلدات المجاورة وهذا هو ما شاهدنا في اليوم الأول واليوم الثاني من حيث تكدس الطرقات الواقعة مبانا هذه الطرق والشوارع الرئيسية في بلدات وقرى الجنوب اللبناني من القطاع الأوسط وصولا إلى صيد وسور وهذه المدن المتجهة بعد ذلك إلى العصير العاصمة اللبنانية بيروت ولكن الأمر الآن أصبح من يأمن الخروج في هذا التوقيت ما زال يتبقى عدد من المواطنين وأهل هذه المناطق وتحديدا قرية أو بلدة ترميش هناك عدد من المواطنين الذين ما زالوا يتوجدوا قال منهم أننا لا نأمن الخروج في هذا التوقيت بعد توجيه عدة ضربات للشوارع والطرق الرئيسية التي تتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت من حيث الوصول إلى محافظة النباطية وبعد ذلك التوجه إلى العمق اللبناني وقال البعض الآخر البسيط للغاية الذي ما زال يتواجد الآن بأنه لا بديل له سوى التواجد وأنه لا مكان له في الأماكن الأمنة من العاصمة اللبنانية بيروت نتحدث عن المحال التجارية معظم المحال التجارية قد أغلقت هنا في بلدة ترميش مع نقص شديد في المواد الغذائية وأيضا المواد البترولية الموجودة الآن هناك نقص شديد مما يوحي بأوضاع كارثية خلال الفترة القادمة إذا ما تفقمت الأمور واستمرت الأوضاع أكثر من ذلك على بلدات الجنوب اللبنانية لذلك سوف تجمر أخرى إلى نقطة مرجعيون أو منطقة مرجعيون في جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل قاهرة الإخبارية والتوسع الكبير كما تقول أحمد في الاستدافة الإسرائيلي على هذه المناطق وعلى الحقول والزراعات المتواجدة وما الحال بالنسبة للأراضي حتى التي دائما ما تؤثر عليها القنابل من قبل الاحتلال الإسرائيلي ماذا عن الحال بالنسبة للمزارعين والتجار المتواجدين في منطقة مرجعيون لديك في ظل هذا التوسع في هذه الهجامات الإسرائيلية نعم هذه نقطة هامة جدا لأن المزارعين هنا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني وفي عموم الجنوب اللبناني بشكل عام كانوا يعتمدون خلال الأشهر الماضية على قوة الأمم المتحدة الموقعة في لبنان اليونيفيل لتأمينهم أثناء جمع المحصول أو أثناء الحصاد وخصوصا أن في هذه الأثناء هناك مقبلون على موسم قطف الزيتون وعدد من المواسم الأخرى الزراعية هنا في الجنوب اللبناني وزراعة المحاصيل الجديدة أيضا ولكن على سبيل المثال هذا هو مقر للقوة الأممية الموجودة في لبنان مقر الكتيبة الأسبانية هذا المقر هو خال تمام ربما الجنود يتواجدون بداخله ولكن تغييب الدوريات الخاصة لقوة الأمم المتحدة الموقعة في لبنان التي اتخذت أو لجأت إلى مقراتها الرئيسية ولجأت إلى الملاج أيضا في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتمادي على بلدات الجنوب اللبنانية علما بأن هناك عدد من الغارات التي استهدفت مناطق في محيط هذه المقرات الأممية فبالتالي هناك أزمة كبيرة في القطاع الزراعي في الجنوب اللبناني وهناك احتياج لتأمين المواطنين من أجل الموسم الزراعية الموجودة في الجنوب اللبناني حاليا وخصوصا في ظل تمادي جيش الاحتلال في استخدام الغارات الجوية العنيفة واستخدام الصواريخ السقيلة في استهداف الأراضي واستهداف المناطق وأيضا عمليات ما يمكن وصفه بعمليات التهجير التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهداف المناطق المدنية مما أدى إلى نزوح عدد كبير جدا من أهالي هذه البلدات والقرى في الجنوب اللبناني التطور والمستحدث يكون معك بالضرورة عندما يكونك جديد أشكرك إلى الآن في مرجعيون بجنوب لبنان مباشرة أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أشكر أيضا رمضان المطعاني كان معنا في مقر المؤتمر الصحفي الوزير الداخلية اللبناني الذي عقد منذ قليل أشكر أيضا من رميش في جنوب لبنان مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح أشكرهم شكرا جزيلا شكرا جزيلا